تذكرون هذه السيدة المغربية تذكرونها دون شك هذه السيدة اسمها ثورية وهي تقف أمام منزلها المدمر تحولت هذه الصورة إلى أيقونة اختزلت كارثة زلزال منطقة الحوز التي لا تزال تحصي خسائرها صورة لخصت كل شيء ذهول أمام هول الفاجئة ألم خوف شعور بالعجز صحيفة لبراسيون الفرنسية كانت قد نشرت هذه الصورة وعنوانتها بهذا العنوان نترجمه ساعدنا نحن نموت في صمت العنوان كما نرى يبدو متناغما مع الصورة منطقيا معبرا أيضا لكن لا يبدو الأمر كذلك في الحقيقة فبعد التحقق من مضمون الكلام تبين بحسب المجلس الوطني للصحافة في المغرب أن ما نشر في الغلاف ونسب إلى المرأة الضحية يتنافى مطلقا مع حقيقة ما كانت تقول مما يشكله كما ترى يرى المجلس ضربا لمصداقية العمل الصحفي والمهنية بحسب بيان المجلس الصورة المثيرة للجدل نشرت بعد الأيام الأولى لوقوع الزلزال في المغرب لكن مقاطع فيديو نشرت بعد ذلك كشفت أن السيدة في الصورة تردد عبارات أخرى تبكي فيها محل ببيتها وتردد أيضا عاش الملك ولا تقول ساعدونا نحن نموت في صمت كما جاء في عنوان لبراسيون الفرنسية طيب هذا الفيديو نشره على تيك توك وعلى منصة أخرى المجلس الوطني الصحافة في المغرب قرر في هذا الشأن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة في فرنسا ضد كل من صحيفة لبغاسيون بسبب صورة هذه السيدة التي رأينا وضد مجلة شارلي إبدو شارلي إبدو التي نشرت أيضا رسم كاريكاتور وصفه المجلس بالمسيء ويحتوي على تحريض ضد دعم الضحايا الزلزال ويضر أيضا بالضحايا وبالعائلة المنكوبة أضاف بيان المجلس أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها كل من صحيفتي شارلي إبدو وليبغاسيون تأتي في سياق اتسم بتهجمات من قبل وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته والسبب عدم استجابة السلطات المغربية لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بحسب المجلس الوطني للصحافة ويذكر مشاهدين أن السيدة التي ظهرت في الصورة المثيرة للجدر قررت تقديم شكوى في الموضوع إلى النائب العام الفرنسي بباريس بسبب نقل كلام غير صحيح على لسانها واستغلال أيضا لحظة ضعفها بحسب بلاغ لمكتب المحامات الذي قدم هذه الشكوى طبعا هنا لبيغاسيون يفترض أن تبرر تأتي نائبة مدير الصحيفة وأوضحت أن الصورة ليست من إنتاجها وإنما هي من إنتاج وكالة فرنس بريس لايف بي وأعربت عن أسفها لعدم معرفة الصحيفة بأن المرأة التي ظهرت في هذه الصورة كانت تهتف عاش الملك وأشارت إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم التوضيح حوله من قبلة وكالة فرنس بريس وهي صاحبة الصورة